مرحبا بكم عزيزا مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعندما حلقتنا النهاردة شيخ الأصهر يفضح تضليل الوهابية للناس احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بيقول إن الإمام أحمد ما كانش بيؤمن إن الله ليه يد كأيدينا أو إن الله ليه يد فيها أصابع أو ليه يد فيها أظافر وما كانش بيؤمن إن الله بيضحك بمعنى إن ليه أسنان ويبتسم أو ليه عينين فيها حدقة أبدا معيزا الله اللي بيعبد كده بيعبد جسم وإحنا عبادة الأجسام عندنا شرك والشيخ العسيمين قال فإن لازم أن يكون جسم فليكن ذلك وإن أهل السنة بيؤمنوا بيه لكن جسم ليس كأجسام المخلوقين وإن دا هو التشتين بعينه عند الأشعارة وشفنا إن الأشعارة بيسموا نفسهم هم أهل السنة والشيخ البراك أكد الكلام دا وهو بيرد على ابن حجر وقال إن الحق عند أهل السنة والجماعة أن الرؤية لا يشترط لعقلا عضوا مراد الحافظ بأهل السنة هنا الأشعارة وابن حجر سمى الحنابلة إنهم مجسمة لإنهم أثبتوا لله الصورة وإنهم متكلم بصوت وحرف وفي حلقة النهاردة هنوصل كلام شيخ الأصهر على الوحبية ونشوفها يوصفهم بإيه شيخ الأصهر بيضيف برضو اسم جديد والكلام دا قلنا في حلقة رقم 103 وكانت بعنوان الوحبية بينشروا نجاستهم في بلاد المسلمين عند شيخ الأصهر ونشوف مع بعض الفيديو الجاي نشوفها يقول إيه ومرة أخرى لو أن أبنائنا أو الذين يقولون أننا نرحل السلف وإحنا وهابية وإحنا كذا ينشرون أفكارهم ومذاهبهم على أنها من مذاهب المسلمين لا أحد يستطيع أن يتحدث ولا ينبس المنتشافة وهذا حقهم ولكن أن يقال أن المذاهب الوهابي هو مذاهب السلف وغيره مذاهب ضالة هذا خطأ وهذا جهل وهذا إضلاله للناس يبقى شيخ الأصهر وصف السلف الوهابية بأنهم على خطأ وجهله بيضللوا الناس وهنشوف هيقول عليهم إيه كمان في الفيديو اللي كاي لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد وجاء أيضا في موضع الذنب لما آسفونا انتقاننا منهم إلى آخر فجعلناهم سلفا ومثلا للآخر ده في سلطة الزخرف يعني جعلنا هؤلاء مثلا لكفار أمة محمد في الناء وردت بأفعال أخرى مثلا إلا ما قد سلف كفعل وما فيش حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا وجدتم اختلافا فعليكم بمذهب السلف أبدا إنما إذا وجدتم اختلافا فعليكم بالجماعة في حديث تحس على اتباع الجماعة عليكم بالجماعة وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشيدين المذهب الآن هل هو فعلا هذا المذهب ينتمي إلى السلف الصالح أو أنه ينتمي حينما يقول عليك بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط المذهب الثانية مقصى عليك بهدم القبور عليك أن تقول إن الصلاة في المساجد فيها أضرحة باطلة عليك بأن تقصر السياب ويحولون وباقي المذهب مفسقة ومبدعة هذا ليس مذهب السلف هذا مذهب الغلاء حتى كانوا يسمونهم غلات الحنابلة وده ليها تاريخ يعني فيه جماعة من غلات الحنابلة من المذهب الحنبل فعلا بشروا بهذا ولكن تمسحوا بمذهب السلف وهناك مؤلفات من الحنابلة أنفسهم أرشدون ونبهون إلى أن لا تصدقوا هؤلاء لأنهم لا ينتمون إلى الإمام أحمد بن حنبل وإنما هؤلاء حتى قالوا كلام أنا لا أستطيع أن أقولها وأصل فيهم وكيف أنهم نجسوا هذا المذهب أو غيروا هذا المذهب كما يغيروا ماء البحر شيخ الأصحر الدكتور أحمد طيب بيقول الوهابية أو غلات الحنابلة اللي نجسوا المذهب الحنبالي والكلام ده إحنا تكلمنا عنه في حلقة كانت رقم 102 وكانت بأنوان الوهابية نكسينا عند شيخ الأصحر هيا نشوف الفيديو اللي جاي اللي اخترنا للشيخ الأباضي مسعود المقبالي وهو من خلاله هنشرح أهم التفاصيل اللي بتأكد كل الكلام اللي احنا قلناه أما الحشوية يعني يقصد الوهابية السلفية فهي طائفة رذيلة جهال ينتصبون إلى أحمد وأحمد منهم وأحمد مبرأ منهم فهي طائفة رذيلة جهال وزي ما شفنا الشيخ بيقول أما الحشوية يعني يقصد الوهابية السلفية فهي طائفة رذيلة جهال ينتصبون إلى أحمد وأحمد مبرأ منهم وبرضه هنعرف حاجة جديدة وهي مفاجأة بقدم ألهيش لا ابن حقر ولا شيخ الأسر الدكتور أحمد الطيب خلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي قاية الفصل الثاني إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم والأشاعرة والماتريدية قال قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائق الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة هذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار وفي ديار ما وراء النهر يطلق ذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور إلى آخر ما قاله الشيخ مسعود المقبالي وهو أباضي بيقول إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية وذكر قول الخيالي في حاشيته في شرح العقائد وخلينا نشوف الشيخ عبد القادر الحسين وهو شيخ أشعري هيقول لنا إيه ما معنى حلّة حتى استعالي ترجع اللغة سعر حلّة وارتحل حلّة يعني يقاب في مكان وارتحل يعني ترك هذا المكان وزي ما شفنا الشيخ بيقول طيب ما معنى حلّة حتى تتعلمه وترجعه للغة العرب حلّة وارتحل حلّة يعني أقامة في مكان وارتحل يعني ترك هذا المكان ونلاحظ حاجة مهمة جدا في أسلوب الشيخ عبد القادر حسين وهو أنه بيعتمد على اللغة في محاولة إثبات بطلان عقيدة الوهابية المجسمة والنقطة دي احنا تكلمنا عنها في شرحنا لعقيدة ابن حجر وبشكل سريع أفكركم في حلقة رقم 29 شونه كانت بانوان الحلقة الله لا يسمع ولا يرى عند الجهمية شونه في سهيل بخاري كتاب التوحيد مسألة باب قول الله تعالى وَلْتُصْنَعَ الْعَيْنِي تَغَذَّةِ وَقَوْلُهُ جَلَّ زِكْرَهُ تَجْرِي بأعيننا قال ابن المنير وجه الاستدلال على إثبات العين لله تعالى إلى آخره هو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم اللي على معنى إثبات الجارحة ومعنى قول ابن المنير إن العين ليست صفة سابتة للهد وإنما هي استعارة لغوية يعني مجاز يعني ابن حجر بينقل كلام ابن المنير وطبعا بيوافقه على كلام ده لأن مسهب الأشعارة ببني على أن الله بنفسه إلى مجازي في أي حاجة زي صفاته وأفعاله تبقى مجازية لغة ومش هتبقى حقيقية بالطريقة دي وننقل ونقلنا برضو من كتاب الاعتقاد في تعطيل الصفات مسهب الجهمية وإن تأولها على مقتدل لغة وعلى المجاز فهو جهمي ودلوقتي هعمل ملخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة إن الشيخ الأسر الدكتور أحمد الطيب وصف السلف الوهابية إنهم على خطأ وجهلة وبيضليلوا الناس وقال كمان الوهابية أو غلات الحانبالة إن النجسة والمسعب الحنبالي وشفنا الشيخ مسعود المقبالي وهو طبعا أباضي بيقول إن إذا أطلق أهل السنة والجماعة في المراد بهم الأشعارة والماتوردية وقال كمان إن النمى الحشوية يعني يقصد الوهابية السلفية فهي طائفة رزيلة جهال ينتسبون إلى أحمد وأحمد مبرأ منهم وشفنا الشيخ عبد القادر الحسين وهو شيخ أشعاري أيضا اعتمد على اللغة في معنى كلمة حلة وقال حتى تتعلموا اللغة ترجعوا للغة العرب حلة وارتحل حلة يعني أقامة في مكان وارتحل يعني ترك هذا المكان وده نفسي الأثبات ابن حجر نقلا عن ابن المنير إن العين ليست صفة سابتة لله وإنما هي استعارة لغوية يعني مجاز يعني شيخ الأصهر والشيخ مسعود المقبالي والشيخ عبد القادر الحسين كلهم بيتأولوا الصفات على مقتدى اللغة وده تعطيل الصفات ونقلنا من كتاب الاعتقاد تعطيل الصفات مسهب من مسهب الجهمية وإن من تأولها على مقتدى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي وتابعوني حلقة الجاية وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلي اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أترد بعقل أترد بعقل أترد بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بيننا وكل المشاكل ترجمة نانسي قنقر